السلام عليكم طلاب جريت فور ان شاء الله هناخد مع بعض يلا بينا بسرعة نبدأ الدرس التانى ونقرأ مع بعض اهم البوكابلري مساحات قدراء تنضيق اعادة التدوير ممرات الدراجات يخص البيئة او بيئي اي كلمة بتبدأ باكو يبقى الكلمة دي لها علاقة او بتخص البيئة متطوع او يتطوع ماتحف العلوم سكان او مقيمين حضري او مدني عندنا بعد كده اكسترا بوكابلري يعيد تدوير يعيد استخدام وعندنا كمان يقلل قمامة او مخلفات جاربيج او ويست جمع يونيفرسيتي يونيفرسيتي يجمع القمامة ترجمة ترانسليشن أكثر نظافة مستقبل يونيفرسيتي 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 عندنا بعد كده ديفينيشن اول ديفينيشن عندنا تعريف جرين سبيسيز المساحات الخضراء جرين سبيسيز هم عبارة عن اماكن بيكون فيها الكثير من النباتات والاشجار زي المتنزهات والحضائق ريسايكل يعني ايه ريسايكل يعني يوز اجين يعني بيستخدم الحاجة مرة تانية بايك باس ممر الدراجات سبيشال باس ويتش بايك سكان يوز البايك باس مسارات خاصة للدراجات ريزيدانس السكان او المقيمين تعرفهم ايه الناس اللي بيعيشوا في مكان ما بنسميهم الريزيدانس عندنا كمان ريسايكلينج فنز صناديق اعادة التدوير تعريفها ايه فنز where you can both things like glass and pepper to be used again سلال او صناديق بنحط فيها الاشياء زي الازاز وكمان الورق عشان نستخدمهم مرتين فلانطير المتطوع ايه تعريف الفلانطير to work for no pay شخص بيشتغل بدون اجر usually to help someone or something عادة هو بيعمل كده عشان يساعد شخص ما او شيء ما a volunteer is a person who does this الفلانطير هو الشخص اللي بيعمل كده يعني هو الشخص اللي بيشتغل بدون اجر reduce يقلل يعني ايه reduce to use or have less of something ان انت تستخدم حاجة قليلة من الشيء او يكون عندك حاجة قليلة ده معنى الverb reduce يقلل reuse يعيد الاستخدام يعني ايه means to use again ان انت بتعيد استخدام الشيء يعني انت بتستخدمه مرة تانية reuse يساوي recycle نفس التعريف recycle معناه use again وبرضو reuse means to use again هما الاتنين بنفس الميننج ecological بيئي يعني ايه ecological relating to looking after animals and the environment كل ما يتعلق برعاية الحيوانات وبالبيئة بنسميه ecological هنا عندنا معلومة صغيرة did you know هل تعلم students at the university الفيوم الطلاب في جامعة الفيوم can share bikes from three bike stations بيقدروا ان هما يشاركوا الدراجات من ثلاث محطات للدراجات عندنا بعد كده نص الدرس التاني نص الدرس عبارة عن ديالوج بين دينا وبين تاليا دينا بتقول هاي تاليا البيئة there الهواء الهواء هيكون اكثر نظافة هناك and people are happier when they have green spaces too والناس هيكونوا اكثر سعادة لو احنا كان عندنا مساحات خضراء ايضا so لذلك that means we need more park and trees in our cities عشان كده ده معناه ان احنا محتاجين ان يكون عندنا متنزهات واشجار اكتر في المدن بتاعتنا if we need to water these green spaces ولو احنا كنا محتاجين ان احنا نروي المساحات الخضراء دي we can recycle water احنا نقدر ان احنا نعيد تدوير المياه يعني نقدر ان احنا نستخدم المياه مرة تانية فدينا قالت لها that sounds like a good idea to me بصراحة الفكرة اللي انت بتقوليها دي بتبدو ان هي فكرة كويسة بالنسبة لي we need fewer cars too وإحنا كمان محتاجين عدد اقل من السيارات ايضا don't we ليس كذلك مش برضو ده رأيك فتالي قالت لها yes and we need bike pass ايوا وتمان احنا محتاجين ممر للدراجات for people to ride their bikes on عشان الناس يركبوا الدراجات بدعتهم عليها فدينا قالت لها i agree بصراحة انا موافقاك في رأيك what can residents do to help طيب المواطنين السكان بقى اللي بيعشوا في المدن هيعملوا ايه عشان يساعدونا one of the best things we can do is احد افضل الاشياء اللي نقدر ان احنا نعملها هو هو ايه بقى to use recycling pins نحنا نستخدم صناديق اعادة التدوير for our glass عشان الزجاج اللي احنا بنستخدمه paper الورق plastic and metal وكمان المعدن and i learned that in some places وانا تعلمت انه في بعض الاماكن people volunteer to pick up garbage in parkas في ناس متطوعين بيجمعوا القمامة من المتنزهات انا تعلمت كده من اللي بتقول كده تاليا فدينة قالت لها people who throw garbage really make me angry الناس اللي هم بيرموا القمامة دول بيعصبوني جدا i would like to be the best volunteer in my neighborhood انا عاوزة اكون افضل متطوعة في الحي بتاعي فتاليا قالت لها and do you know about the three r's طيب انت عارفة three r's قالت لها دينة i don't think so لا انا معرفش حاجة عن three r's ايه بقى three r's دول reduce اشتري اشياء تانية جديدة and recycle طيب recycle يعني ايه and recycle everything you can ان انت تعيد تدوير كل ما تستطيع في الاخر دينة دينة قالت i hope we can all be more ecological in the future انا بتمنى ان احنا يكون عندنا اهتمام اكتر بالبيئة في المستقبل في اسئلة choose number one the underlined phrase pick up means عاوزين فعل يساوي الفعل pick up collect يجمع لما اقول pick up the garbage يعني collect the garbage number two the underlined where the waste means كلمة waste معناها ايه تساوي garbage هما الاثنين بمعنى مخلفات او قمامة number three the underlined where the ecological means related to the a ecological بيئي يعني ليه علاقة بايه طبعا to the environment يعني الحاجة دي او الشيء ده بيكون له علاقة بالبيئة الجرامر اللي عندنا في الدرس بيتكلم على comparative and superlative adjectives صفات المقارنة والتفضيل قبل ما نتكلم على ال comparative او superlative حبا الاول افكركم بمعنى ال adjective ايه هي الصفة اساسا الصفة يا ولاد بتصف الاسم وتأتي قبله دايما بقولكم كده ان الصفة تصف الاسم وتأتي قبله he is a short boy هو بيكون ولد قصير short هنا adjective صفة جاية ليه؟ عشان تصف ال boy boy noun فالصفة جاية عشان تصفه ما ينفعش اعكس ما ينفعش اقول he is a boy short no طالما في صفة وفي noun يبقى لازم ال adjective تصبق النوم طيب لو احنا عندنا بقى في الجملة verb to be وفي adjective هنعمل ايه؟ مين اللي هيجي الاول؟ verb to be هيجي الاول وبعد كده ال adjective this car is expensive السيارة دي بتكون غالية اول حاجة هنتكلم على ال comparative هنتكلم على المقارنة احنا اخدنا قبل كده كتير قوي يا ولاد القاعدة دي كلمنا كتير قوي عن ال comparative وال superlative اول حاجة يعني ايه comparative اساسا؟ مقارنة يعني ان انا بقارن بين شخصين او شيئين في صفة من الصفات اول حاجة عندنا نوعين من ال adjective عندنا نوعين من الصفة صفة short وصفة long لو انا عندي صفة short في المقارنة هعمل ايه؟ هنضيف للصفة er وبعد كده than fast هتبقى faster than green greener than طيب لو الصفة بقى طويلة حروفها طويلة مش هينفع اكبرها اكتر ومش هينفع اضف لها er هنعمل ايه بقى؟ في الحالة دي هنضع الصفة ال adjective بين more وبين than ال adjective هتكون في النص ونجيب قبلها more وبعد الصفة نجيب مين؟ نجيب than ناخد example عندنا مثلا الصفة beautiful صفة long طويلة حروفها كبيرة هنقول ايه بقى؟ في المقارنة more beautiful than ده لو انا عاوز اقول اكثر جمالا طيب لو انا عاوز اقول اقل جمالا هنضع الصفة بين less than less beautiful than يعني اقل جمالا من يبقى يا ولاد في المقارنة لما الصفة تكون طويلة توضع الصفة بين more than او بين less than على حسب المعنى لو انا عاوز اقول اكثر من هنضع الصفة بين more than لو انا عاوز اقول اقل من هنضع الصفة بين less than اوكي؟ طيب ده بالنسبة لايه؟ للكمبراتيب بعد كده هنتكلم على السوبرلاتف على التفضيل يعني ايه سوبرلاتف؟ سوبرلاتف يعني مقارنة بين اكتر من اتنين بقارن او بفضل واحد على مجموعة في الصفة من الصفات لو الصفة short بنضع زا قبل الصفة وبنضيف للصفة ناخد example fast هتبقى the fastest old is the oldest لو الصفة long بقى هنعمل ايه؟ هنجيب زا مصد قبل الصفة او زا ليست على حسب المعنى لو احنا عاوزين نقول الاكثر هنجيب زا مصد قبل الصفة لو عاوزين نقول الاقل هنجيب زا ليست زا مصد بيوديفول الاكثر جمالا لو انا عاوز اقول الاقل جمالا يبقى هجيب زا ليست زا ليست بيوديفول اوكاي؟ في كبان اكزامبول زا مصد دينجرس الاكثر خطورة لو انا عاوز اقول الاقل خطورة يبقى هشيل زا مصد وحط زا ليست زا ليست دينجرس في بقى يا ولاد حبت حاجات كده زيادة انتو اساسا اخدينها قبل كده كتير فانا مش حابة اقولها تاني عشان بس ايه؟ الفيديو ما يكونش طويل عليكم في بعض الصفات الاريجولر لازم نحفظهم كويس جدا سواء في الكمبراتف او في السوبرلاتف بعد بتتحول في الكمبراتف الى worse than في السوبرلاتف the worst good better than في الكمبراتف the best في السوبرلاتف little less than في الكمبراتف the least في السوبرلاتف استفاة الاريجولر لازم تتحفظ كويس جدا بتيجي كتير في الاسئلة بعد كده هنتكلم على حاجة اسمها بريفكس بريفكس يعني بادئة من اسمها بادئة يعني بتأتي في بداية الكلمة او البريفكس عندنا الار ايه الار ايه معناهم اجين يعني ايه اجين؟ يعني الفعل بيتكرر مرة تانية لما اقول مثلا recycle يعني يعيد التصنية بيصنع الحاجة مرة تانية reuse يعيد الاستخدام بيستخدم الحاجة اجين مرة تانية وعندنا كمان rewrite يعيد الكتابة سؤال rewrite اللي بقى مقرر عليكم جديد سؤال grammar في عندنا كمان البادئة on on يعني not يعني ايه not؟ يعني لا او غيره زي مثلا لما اقول unhappy غير سعيد unhealthy غير صحي unfriendly غير ودود unpopular غير محبوب وفي عندنا البادئة this this بتساوي on برضو معناها not زي on بالزبط زي disconnect يقطع الاتصال dislike لا يحب disagree لا يوافق وعندنا كمان dishonest غير امين نحل مع بعض البوب كويز choose the correct answer number one my father is not than my uncle طالما عندنا زان نعرف على طول ان هنا comparative الصفة old صفة قصيرة في الكمبراتف هنضف لها er يبقى الاختيار الصح number c older number two a gold medal is not than a silver medal برضو هنا عندنا زان بس نخلي بالنا الصفة good صفة irregular غير منتظمة في التفضيل good بتحول الى bitter وزان موجودة number three cairo is not a city in Egypt هنا في زان لا يبقى نحرف على طول ان هنا superlative تفضيل large صفة قصيرة في التفضيل هنجيب قبلها زا وهنضف لها city عشان هي اخيرها e يبقى الاختيار الصح number eight the largest number four football is not interesting than tennis عندنا زان يبقى هنا comparative مقارنة الصفة interesting صفة طويلة في المقارنة قبل الصفات الطويلة بنجيب more أو less من اللي موجود هنا more number five the sahara desert is not in the world في زان لا هنا مش مقارنة هنا superlative تفضيل الصفة big صفة قصيرة في التفضيل هنجيب قبلها زا وهنضف لها est يبقى الاختيار الصح number c the biggest number six cars make people's lives than before عندنا زان يبقى هنا comparative مقارنة الصفة easy صفة قصيرة في المقارنة هنضف لها er بس طبعا هنحول ال y ال i وبعد كده هنضيف er يبقى الاختيار الصح number b easier number seven who is not mona or adl هنا في مقارنة عاوزة قارن بين mona وبين عادل في صفة الطول عاوزة أقول من بيكون أطول طيب هنختار taller more tall most tall ولا less tall طبعا tall صفة قصيرة مش هينفع في المقارنة أجيب قبلها more أو less حتى برضو لو في السوبرلتف مش هينفع قبل الصفة القصيرة أجيب most أساسا إحنا ما عندناش most بس إحنا عندنا زا most يبقى الاختيار الصح taller لما السؤال بييجي في الصيغة دي مش شرط أجيب زان أوكي بالرغم إن هو comparative مقارنة بس مش شرط إن أنا أجيب زان خالص who is taller مين بيكون الأطول mona or adl number eight زا نؤى thing من قبل ما نكمل طالما في عندنا زا يبقى عرفت إن هنا في إيه superlative تفضيل من الصفة هنا اللي في التفضيل worse worst bad ولا will طبعا ما فيش غير worst number nine reading is not interesting hobby the more more the most most طيب عندنا هنا interesting صفة طويلة في زان لا يبقى عرفت إن هنا في إيه في superlative طالما في superlative في تفضيل والصفة طويلة يبقى هنجيب the most أو the least من اللي موجود هنا عندنا في الاختيارات the most الأكثر عندنا بعد كده أسئلة general على الدرس كله أول سؤال listen and choose the correct answer أنا لسه قريب مع بعض نص الاستماع فهههل على طول number one it's not to have green spaces in a city it's important من المهم إن يكون عندنا مساحات خضراء في المدينة number two people are not when they have green spaces النسب بيكونوا إيه لما بيكون في مساحات خضراء people are happier بيكونوا أكثر سعادة number three two water green spaces لكي نروي المساحات الخضراء we can recycle water هنقدر إن إحنا نعيد تدوير المياه number four we need bike we need bike pass إحنا محتاجين مسار للدراجات for people to ride their bikes on عشان الناس يقدر إن هم يركبوا الدراجات بتاعتهم في المسارات دي question number two read and complete is a dialogue هنكمل الديالوج بكلمة fewer أقل residence مقيمين أو سكان learn يتعلم more أكثر الديالوج عندنا بين حلا وبين دينا حلا بتقول hey دينا did you go to the science museum yesterday انت ذهبت إلى متحف العلوم مبارح فدين قالت لها yes I did أيوة أنا رحت هناك مبارح بعد كده حلا بدأت إن هي تسألها أسئلة قالت لها what did you نقط what did you learn انت تعلمت إيه هناك احكيلي بقى قوليلي طالما عندنا did يبقى لازم نجيب الverb في الانفناتب والفعل الوحيد اللي عندنا في الانفناتب هو مين هو learn أساسا ما فيش أفعال تانية غير لرن موجودة عندنا في الكلمات فدين قالت لها will حسنا تمام أنا هقولك it's important to have green spaces من المهم إن يكون عندنا مساحات خضراء حال قالت لها we need نقط cars 2 we need for your cars 2 احنا محتاجين سيارات أقل أيضا don't we ليس كذلك مش ده رأيك برضو فدين قالت لها yes تمام صح كلامك اللي انت بتقولي ده صح and we need bike pass وإحنا كمان محتاجين ممرات للدراجات حاب أقول حاجة لما يكون عندنا th ويجي بعدهم s th ما بيكونش لهم صوت بيكونوا silent بقول pass مش بانط th خالص بعد كده بقى حالة قالت لها نرجع بقى لإيه للسؤال بتاعنا حالة قالت لها i agree طيب أنا موفاكي في الكلام اللي انت بتقوليه what can noot do to help بدأت استفهام فعل ناقص يبقى ناقص a subject what can residence اللي ممكن يعملوه السكان to help عشان يساعدونا دي ناقلت لها one of the best things we can do is أفضل حاجة ممكن إن إحنا نعملها to use recycling bins إن إحنا نستخدم صناديق إعادة التدوير عندنا بعد كده سؤال الترتيب number one pick most garbage we up we بعد subject عندنا فعل ناقص we must احنا لازم pick up نجمع أو نلتقط نلتقط إيه أو نجمع إيه garbage القمامة number two like to be I would volunteer the best I would عندنا تعبير مهم جدا اسمه I would like to I would you like بقى لو في السؤال would you like to في الإجابة I would like to I would like to be the best volunteer أنا أود أو أنا حابب إن أنا أكون أفضل متطوع number three bigger a camel an elephant than is an elephant الفيل ما يلو is بيكون bigger than أكبر من أكبر من مين bigger than a camel أكبر من الجمل question number four choose the correct answer number one what is the form of renewable energy طالما عندنا زى يبقى احنا عرفنا ان هنا في superlative في تفضيل عندنا هنا الصفة cheap صفة قصيرة في التفضيل هنضف للصفة ECT وطبعا زى موجودة يبقى الاختيار الصح number c cheapest the cheapest يعني الأرخص number two solar energy is نقطة ecological than fossil fuels عندنا زى يبقى هنا في ايه comparative مقارنة الصفة ecological صفة طويلة في المقارنة هنجيب قبلها more أو less من اللي موجود هنا عندنا في الاختيارات more number three an electric car is نقطة expensive car يعني عندنا زى يبقى هنا في ايه superlative الصفة expensive صفة طويلة في التفضيل هنجيب قبلها ايه لإما the most أو the least من اللي موجود هنا في الاختيارات most وزا اهي موجودة number four please من فضلك نقطة the computer when you leave the room هنا جملة أمرية جملة أمرية يعني احنا هنا محتاجين الverb في infinitive يبقى الاختيار الصح number b disconnect please disconnect the computer من فضلك افصل الكمبيوتر when you leave the room لما انت تغادر الغرفة number five منال is نقط زان آية طالما عندنا هنا زان نعرف على طول ان هنا في ايه comparative مقارنة طول صفة قصيرة في المقارنة هنضفها er طولر زان منال طولر زان آية آخر سؤال عندنا question number five write an email عن ايه how to create a cleaner urban environment ازاي ننشئ او ازاي نخلي البيئة الحضرية بتاعتنا اكثر نظرة your name is safe and your email address is safe at gmail.com ده انوان البريد الالكتروني بتاعك your friend's name is fadi صديقك اللي انت هتبعث له اسمه fadi and his email address is fadi at gmail.com وده انوان البريد الالكتروني بتاع ومدينا guiding elements هتساعدنا green spaces مساحات خضراء bike pass ممر الدراجات pins سلال او صناديق recycle يعيد التدوير يلا بينا نقرأ مع بعض ال email عشان في زمالكم ما بيكونش معهم الكتاب يعني لو انا قلتلكم اقروا من ورا هم اساسا ما عندهمش الكتاب فانا هقرأ معاكم ال email ال email مجاب عنه في نهاية الكتاب page 278 يلا بينا نقرأ مع بعض كده ال email hi fadi اهلا يا fadi how are you انت عامل ايه i live in an urban environment انا بعيش في بيئة حضرية i think about how to create a cleaner urban environment انا فكرت ازاي ننشئ او ازاي نعمل بيئة حضرية اكثر نظافة green spaces are very important to us المساحات الخضراء بتكون مهمة جدا بالنسبة لنا we can create cleaner urban environment احنا نقدر ان احنا ننشئ بيئة حضرية اكثر نظافة throw من خلال planting more trees and plant من خلال زراعة اشجار ونباتات اكثر so لذلك بلاش that means هنبدأ من اول we we need more parks and trees احنا محتاجين متنزهات اكثر وكمان اشجار in our cities في المدن بتاعتنا if we need towards these green spaces we can recycle water بلاش الجملة دي عشان ممكن تكون صعبة ممكن نكتب ايه we can water these green spaces احنا نقدر ان احنا نروي المساحات الخضراء دي buy recycling water هنكتب كده buy recycling water يعني عن طريق اعادة تدوير المياه we need fewer cars too احنا كمان محتاجين سيارات اقل لازم نستخدم سيارات اقل ايضا we need bike pass for people واحنا كمان محتاجين مسارات للدراجات عشان الناس for people ايه for people to ride their bikes on عشان الناس يقدر يرقبوا الدراجات بتاعتهم في المسارات دي في المسارات بتاعت الدراجات we need more recycling bins واحنا كمان محتاجين recycling bins محتاجين صناديق او سلال اعادة التدوير في الاخر طبعا انتو عارفين بنكتب yours المخلص وبعد كده كما وبعد كده اسمنا مين الشخص اللي هيبعت الاميل safe وبكده يا ولاد اكون خلصت معاكم الدرس لو الفيديو عجبكم ما تنسوش like و share بحبك قوي ان شاء الله احاول ان انا هنزل لكم باقي الفيديوهات في اقرب وقت انا سايب لكم link الجروب بتاعي بتاع الواتس في ال description بنزل عليه كل جديد ودلوقتي اقول لكم bye bye اشتركوا في القناة